أهلا بحضراتكم آية كانت بتسأل إنها سابت ابنها في البيت وإن الابن وقع من الدور الحداشر فتوفي بتقول بسرعة إن الأمر حصل فهي في حالة انهيار عصب وهي حامل في الطفل الذي يليه ونتصبر كده من يتصبر يصبره الله ومنعودش بقى نجيب ده لو كنت عملت لو كنت الحمد لله على كل حال وأبشري ببيت الحمد في الجنة على صبرك وعلى إنك ما بتقولي شيء يغضب الله منك الحمد لله وحيد لا لا إله إلا الله وأكثر من حمد الله سبحانه وتعالى ولا تفكري في مسألة تقصير وما فيش تقصير هذه أقدار والإنسان عموما يعني يراجع بعض التصرفات عموما في حياته يتعلم من الأمور لكن أنت لم يكن لديك قصد إهمال هذا الصغير فالنساء الله سبحانه وتعالى إنه يفرغ عليك صبرا ويربط على قلبك وبالنسبة لي الصلاة على هذا الصغير كان يجب الصلاة عليه وإنتوا فاتكوا الأمر ده والحاجة دي ما نسألش فيها اللي بيغسله أو اللي في المشرحة نسأل فيها المتخصص فيها طب إحنا فات الأمر لا منع من الصلاة الآن لو كان لم يصلع لو كان يعني ما فيش حد صلى عليه ترجمة نانسي قنقر